أهلا بكم بحضور أصحاب السيادة الأساقفة رؤساء الكنائس وممثليها في الأردن عقد في النادي الأرثوذكسي بعمان لقاء محبة المزيد حول مجريات هذا اللقاء في التقرير التالي بدأ هذا اللقاء الذي يُعقد لأول مرة على هذا المستوى من الأهمية والذي جمع كافة رؤساء وأساقفة الكنائس الرسولية وكهنة الرعاية في المملكة ليكونوا متحدين معا وحدة واحدة خاصة ونحن نعيش تحديات كبيرة كمسيحيين في منطقة الشرق الأوسط وفي كلمة صاحب السيادة المتروبيليت فيندكتوس متروبيليت فيلادلفيا وألقاها بالنيابة عنه الإيكونوموس الدكتور إبراهيم دابور قدم سيادته الشكر والإمتنان لإدارة النادي الأرثاذكس بعمان على حفاوة الضيافة والاستقبال خاصة في هذه الأيام المباركة من الصوم الأربعيني المقدس الذي تجسد فيه هذا اللقاء الاستثنائي الأخوي المميز داعيا سيادته الجميع إلى التكاتف والتعاضد من أجل مستقبل مشرق وزاهر فلنجعل إذن خدمتنا مميزة ونقدم لأبنائنا ولكنيستنا يسوع الحقيقي في عملنا وخدمتنا وضحياتنا فهو الذي علمنا بقوله هكذا فليضئ نوركم قدام الناس ويرو أعمالكم الصالحة ويمجد أباكم الذي في السماوات فتعالوا أحبتي لنتكاتف ونضيء شمعة من أجل المستقبل القادم ليكون أفضل فهو من أجل ذلك جاء لتكون لنا الحياة ولتكون أفضل كما ألقى السيد ميشيل الصايغ رئيس الهيئة الإدارية للنادي كلمة أشار فيها إلى تحدي انخفاض أعداد المسيحيين في دول المنطقة والتي أعزاها إلى زيادة الهجرة إلى الخارج لافتا إلى أن بقاءنا في وطننا العربي والمحافظة على جذورنا التاريخية هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع الإحصائية بتقول أن التزايد السكاني للأرثودوكس بالذات في لبنان للعائلة 1.74% أي أقل من 2% وهذا الإحصاء لوحده إذا استمر سينتهي الوجود الأرثودوكسي في لبنان بحكم كسل الخصوبة في لبنان حقيقة للطائف الأرثودوكسية هذا غير موضوع الهجرة فبكل أسف الأمور العمال بتتم في المنطقة السياسية والأمنية التي تدفع النخبة وليس المسيحيين فقط النخبة في المجتمعات في بلادنا إلى الهجرة وللأسف نترك المنطقة وهذا شيء مرفوض نهائيا نحن لم نخلق للهزيمة ونحن نعمل باسم الرب ثم ألقت السيدة ليان الصراف زريقات رئيسة لجنة العلاقات العامة في النادي الأرثودوكسي كلمة تحدثت فيها عن تاريخ نشأة المسيحية في المنطقة العربية التي هي مهد المسيحية في العالم كله داعية رؤساء الكنائس المسيحية في المملكة إلى القيام بواجبهم من خلال تحفيز الشباب على الالتصاق بأوطانهم والتمسك بأرضهم إن الوضع الدقيق الذي تمر به المسيحية في عالمنا العربي يحتاج إلى مزيد من التكاتف والتعاضد لمواجهة هذه التحديات أيها السادة لنعمل معا لكي لا نصل إلى زمن تكون فيه أرض محد المسيح بلا مسيحيين وفي ختام اللقاء وقبل التقاط الصور التذكارية تقدم رئيس النادي الأرثودوكسي السيد ميشيل الصائغ بتقديم الدروع التذكارية لممثلي الرعاية المسيحية في المملكة تقديرا لخدمتهم الكنسية ومحبتهم لرعاياهم تحني على الأرض خلمتنا تحني على الأرض خلمت selfie اشتركوا في القناة